ديما الدراسات اللي تتحدث على الأخ والأخ والأخ ديما اللي بالنص يعاني ناسينه الكل والصغير مدلل يعتبر والكبير يتحمل المسئوليات هذا المتعارف عليه اليوم يا سيدي عنا دراسة تقول مع الأسف أنه الأخ الأصغر هذك بالكل يكون سبب في أنه الأخ الأكبر يصبح عنده احتمالية ارتفاع ضغط الدم مع الأزفة بي الدراسة بصراحة خطيرة وخطيرة جدا على كل نشرت في مجلة جورنل آف هايبرتينشن عام 2024 تناولت تأثير ترتيب الولادة على الصحة القلبية للأفراد شارك في الدراسة أكثر من 5000 شخص من مختلف العماء وظهرت النتيج أنه الأشخاص اللي هم عندهم أخ أصغر يعانون من المستويات ضغط دم أعلى مقارنة بأقرانهم الذين ليس لديهم أشقاء أصغر سنًا الخبراء يفسروا الموضوع هذا يقول يقول لك وأنه الخول كبير أو الشقيق الأكبر أو الأشقاء الأكبر يواجهوا مستويات ضغط نفسي أعلى لأنه دائما يتحملوا مسؤولية إضافية خاصة في رعاية أشقاءهم الأصغر بالإضافة إلى أنه تحمل التوتر الناتج عن المنافسة الأسرية أو الضغط الاجتماعي اللي أثر برشا على صحته خاصة يكون البكر دائما يكون في ضغط اجتماعي كبير وأكد الباحثون وأنه النتيجة تحتاج إلى مزيد من دراسات لفهم فعليا هل هناك ربما أيضا عوام البيولوجية ونفسية أخرى تسهم في هذه الظاهرة اشتركوا في القناة